بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب شرطان ليكون صيامك مقبولاً في هذا الشهر الكريم كثير منا يغفل عن قضية مهمة جداً في الصيام تحدد هل الصيام مقبول أم غير مقبول هل غفر لنا أم لم يغفر هل أخذنا ثواباً أم لم نأخذ الشرط الأول أخي الحبيب أن تؤمن بهذا الصيام ماذا يعني أن تعتقد أن الله عز وجل فرض عليك هذا الصيام لمصلحتك وأن هذا الصيام فيه خير لك وأن هذا الصيام يحقق الخير في الدنيا والآخرة لك أن تحتسب عند الله هذا الصيام الشرط الثاني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال هنا الحديث المعروف ولكن قد نغفل عنه لأسباب كثيرة جداً أن الشيطان يشغلنا أحياناً عن روح الصيام جوهر الصيام فكثير مننا يجوع ويعتش ويصوم الصيام تقليدي يعني ليس فيه روح كثير مننا لا يشعر بلذة الصيام كثير مننا لا يعرف لماذا يصوم أصلاً يعتبر أن الصيام مجرد فريضة يعاقب إذا تركها فقط لا يا أخي الصيام هو عبادة لله عز وجل عبادة رائعة جداً من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه يعني اليوم أنت عمرك عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو سبعين سنة مهما كان عمرك تخيل أن رمضان هذا الذي تصومه إذا حققت هذين الشرطين غفر لك الأربعين أو خمسين سنة الماضية انظر إلى رحمة الله انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرادنا أن نصوم وعيننا ليست على العقوبة بل عيننا على الرحمة والمغفرة لأن العبد الخائف الذي ينفذ الأمر خوف من العقوبة فقط لا يستمتع بالصيام تخيل إنسان يأمرك بشيء ويعاقمك إذا لم تفعله لن تجد أي حلاوة أو لذة لهذا الأمر بل سيكون هذا الأمر شاقا عليك جدا ستشعر بضيق وهذا ما يحدث مع كثير من الناس لذلك تجد أن بعض الصائمين ينفعل على أدفه سبب يغضب على أدفه سبب لماذا؟ لأنه يصوم وكأنه مقرى على الصيام النبي أراد لنا أن نصوم حبا في الله أن ندرك أن هذا الصيام شفاء لنا أن ندرك أن هذا الشهر الكريم فيه كنوز من الحسنات فيه مكافآت عظيمة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار انظر أخي الحبيب كيف بدأ معك بالرحمة؟ كلنا اليوم بحاجة لرحمة الله عز وجل كلنا اليوم بحاجة للمغفرة لو أراد كل واحد مننا أن يجلس ويكتب الذنوب التي فعلها في يوم واحد فقط كم مرة كذبت وأنت لا تنتبه لهذا الموضوع؟ كم مرة شخص سألك السؤال وأجبت إجابة كاذبة لهدف ما؟ كم مرة وعدت وأخلفت؟ كم مرة خدعت إنسان لتسوق لسلعة ما؟ أو لتحصل على مبلغ ما؟ يعني انظر إلى عدد الأخطاء اليومية في حق الله قد تجد المئات كل يوم هل أديت الصلوات على وقتها؟ هل أديت الصلاة بخشوعها كما أمرك الله؟ أم أنك كنت تصلي وتحسب وتفكر وعقلك خارج الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة يمخاشعون لو سجلت هذه الأخطاء على مدى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر أو عشرين صدقني ستجد مجلدات هذه المجلدات فيها أخطاء كثيرة جدا ومعاصي وأشياء أنت تخفيها عن الناس وأشياء أنت لا تحب أن يراها الناس كم مرة مثلا نظرت إلى مقطع محرم أو امرأة مثلا متبرجة كم مرة عبثت ولهوت وسخرت ومارست النميمة مثلا كم مرة استهزأت سجل هذه الأمور على مدى السنوات ستجد أن الكتاب الذي ستقرأه يوم القيامة ستجده مليئا بشيء أنت تشفق منه تهرب منه لا تريد أن يطلع عليه أحد لذلك هنا الآية الكريمة التي أنا فعلا تخيفني ووضع الكتاب صيغة مبني للمجهول لم يقل وضع الله الكتاب مع أن الله هو الذي يضع الكتب وينصب الموازين استخدم هنا القرآن صيغة المبني للمجهول وضع الكتاب هذه الصيغة تشعرك بالخوف بشيء مجهول فترى المجرمين مشفقين مما فيه كل واحد كتابه أمامه تخيل أنت مثل فيلم فيديو والكتاب يوم القيامة أنت سترى أعمالك بالصوت والصورة أخي الحبيب ليس فقط مكتوبة يعني باللغة العربية أو الإنجليزية لا تراها حاضرة أمامك ووضع الكتاب فترى المجرمين من المجرمين إذا ضيعت الصلاة أنت أجرمت بحق نفسك إذا ظلمت إنسان هذا جرم حسب القوانين القانون الدولي أو القوانين العادية الوضعية التي وضعها البشر أن تتجاوز حقوق النشر هذه جريمة في القانون تصنف على أنها جريمة يعني أنت مجرم أن تأخذ مبلغ من المال ليس من حقك هذه جريمة أن تخدع إنسان جريمة أن تضحك على إنسان جريمة فانظر يعني المجرم ليس هو القاتل فقط يعني هنا المجرمين لا يعني الذي قتل انظر إلى آية أخرى أخي الحبيب إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكذيب بآيات الله والله أنا لا أقتنع بهذه الآية كثير من الناس اليوم وهو جالس لا يفقه شيء من علوم اللغة أو الحديث أو التفسير والله أنا لا أقتنع بعذاب القبر أنا هذا الحديث لا أقتنع به وهو جالس يكذب على جهل طبعا إن الذين كذبوا بآياتنا مثل هذا الشخص يدخل في هذا الباب على فكرة واستكبروا عنها ما الذي يجعله يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب آية من القرآن وتكذيب القرآن لا يعني أن تنكر الآية لا إذا فسرتها خطأ هذا من أشد أنواع التكذيب إنسان يقول لك الحجاب للمرأة غير موجود في القرآن هذا تكذيب بآيات الله الذي يجعله يكذب بهذه الطريقة الكبر لا يتواضع أمام كلام الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي من انظر معي هنا أنا أريد أن أعطيك هذه اللقطة إنسان كذب بآيات الله وكذلك نجزي المجرمين تم تصنفه على أنه مجرم يوم القيامة ووضع الكتاب فتر المجرمين هذا منهم الذي كذب حديث النبي هذا يدخل في هذا الباب فتر المجرمين مشفقين مما فيه يريد أن يهرب تخيل أنك دخلت إلى فرن ملتهب فرن نار درجة الحرارة ألف درجة مئوية تجد أنك تشفق وتهرب منه خوفا أن يحرقك القرآن يصور لك حالة ذلك المجرم يوم القيامة الذي أشفق من كتابه هرب منه خاف منه لا يريد لأحد أن يطلع عليه فتر المجرمين مشفقين مما فيه من هذا العمل السيء ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها تصور على مستوى الفكرة التي تخطر ببالك مسجل عليك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا الصوت والصورة حاضر أمامك وكأنك الآن عملته ولا يظلم ربك أحدا تخيل أخي الحبيب هذا الكتاب وهذه الأعمال السيئة وهذا الموقف المرعب تستطيع أن تنجو منه بسهولة بصيام الشهر رمضان ولكن بشرط أن يكون إيمانا واحتسابا إيمانا أن تؤمن أنك تصوم حبا في الله وليس مجرد عبد خائف يعني مثلا لو كانت عقوبة من يفتر في رمضان لا عقوبة عليه والله يأمرك بالصوم هل تصوم أم لا تصوم هنا تختبر قوة إيمانك بالله عز وجل لذلك الإيمان ضروري جدا واحتسابا ما معنى احتسابا ما معنى أن تقول حسبي الله يعني الله يكفيني أن تحتسب هذا الصيام عند الله فإذا أذاك أحد تصبر عليه تحتسب الأجر عند الله إذا أساء إليك إنسان وأنت صائم تحتسب عند الله وتصبر وتعفو عنه بل وتحسن إليه إيمانا واحتسابا لذلك تجد المؤمن في رمضان يكون في قمة الهدوء النفسي بينما الذي يغضب وينفعل هذا لم يحقق شرط الاحتساب ولا شرط الإيمان وبالتالي صيامه القبول عند الله ولكن حسب النص النبوي مغفرة الذنوب للأسف لا تتم إلا بهذين الشرطين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق